السلام عليكم. وصلنا الى صفحة ثمان وثلاثين. الصفحة ثمان وثلاثين العنواني اللي فوق بيقول لك يعني ما الذي يمكن للبر ان يقوم له باستخدام لغة الجسد. في التبرين الاول بيقولوا الكلام التالي يعني في فيلم المفروض انه نطلع عليه. بس مثل ما قلناي مسلا حقوقنا شر فبدل نتجنب الافلام. طيب اني بحط الجمل والصور يتنسب معه. مثلا البلد بقول لك دي كربا شبراخة اوبر فيغن كولتر ام هنجيش. طيب كأنه بقولوا انه لغة الجسد يعني لا تلطبط بالثقافة. لانه احيانا تؤدي الى سوء فهم. طيب هاي الصورة الاولى. او الجملة اللي بتحبر عن عهد الصور. طيب اني بحط توقعي. انت توقعي هاي الصورة لهاي الجملة. طيب الصورة الثانية دي ام فيزنهايت ادرى قلايش يعني حضور الناس الاخرين اللي بنفس او نفس المزاج يعني فيكم بنقولو. يقوي عواطفنا. طيب صراحة لاني ما نظن انه هاي الصورة رقم سيه. طيب. اه الصورة رقم ثلاثة او الجملة رقم ثلاثة بقولك. يعني انه المسألة تدور حول كسر البوانع والتعبير عن المشاعر. طيب صراحة لاني ما توقع انه هاي الصورة اه رقم اه. الجملة اللي يعني انه التواصل من خلال لغة الجسد بقولك انه ارتقت لغة الجسد الى المستوى الفلي. طيب الصورة الاخيرة. يعني عندما ابقى جالسا بهذه الطريقة فانا ليس اخد البزاج الذي يتناسب مع هذه الطريقة. طيب هاي الصورة بتوقع انه الحرف ايه. بناسبة اكتر شي. طيب خلينا نتقل الى التبريد الثاني بقولك. يعني انظر الى الفيلم. طبعا الكتاب اسمه اسبيكتانوي الليربوخ. بتوقع انه السيدي بيجي مع الارباية تسبوخ. يعني حتى تشوفوا السيدي المفروض يكون عندكم الكتابين. فالسيدي بالعادة بيجي مع الارباية تسبوخ مش مع الاربوخ. طيب. يعني انه انظر الى الفيلم او شاهد الفيلم وهل كانت توقعتك صحيحة ولا لا. طيب. التمليل اللي بعده يعني قم بمشاهدة المشهد الاول من الفيلم يعني قم بترتيب الكلمات مع مع الجمل. او مع الاسية. طيب. مثلا كاتبين الكلمات التالية. انكست بمعنى خوف. ايكل اش مئزاز او يعني حيانا بيقولون مثلا ايكل هافت انه مقرف. قيستك بمعنى تعابير وجه او ايماءات. هالتونج تصرفات. لاخن ضحك. ميمك تعابير الوجه. طيب قيستك هي الاماءات ميمك هي تعابير الوجه. ناخ امونج هو التقليد. والفوت هو غضب شديد. احيانا بيقولوا ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو طبعا بجوز نكون توقع خطأ لانه في الفيلم بجوز نكون نكون ذاكرين اشياء ثانية بس هي قاعد اتوقع يعني ما شفتش الفيلم لها ايا طيب يعني ما هي الامثلة حول لغة الجسد الفطرية التي تم تسميتها في الفيلم طيب اخر شي كيف تكتسب لغة الجسد القابلة للتعلم طيب هذا التبرين رقم اثنين ا التبرين بيقول لك كوربا شبراها كان سوء انتركولتورلين مسفرشتين نصفورا يعني يمكن لغة الجسد ان تؤدي الى سوء فهم مرتبط بها الثقافة الداخلية قم بتوضيح مثال من الفيلم يعني ما هو في اليابان مختلف عن الالمان طيب هم حاطين هاي الصورة الواحد الماني كأنه قاعد حاط ايده على الياباني فهم كأنه الياباني مش عاجبه والالماني بس انه شايف انه هاي الصغلة مؤدبة او من باب الادب انه يسوي هاي الحركة طيب بعدين بقول لك نيرزي او سيري ايرفارونج بايترا كولتورولة انترشيدة انجير كوربا شبراها يعني سمي من خبرتك اختلافات اخرى للغة الجسد طيب خلنا ننتقل على الصفحة اللي بعدها الصفحة 39 نقول لك زين ناخ دينكن ديسكوتيرا شبيلا يعني زين شاهد ناخ دينكن فكر ديسكوتيرا ناقش شبيلا بمعنى انه امثل او العب طيب يعني انه شاهد المشهد الثاني من الفيلم يعني ما هي العماصر حول لغة الجسد التي ادت الى سوء فهم او محادثة سيئة او محادثة ناجحة بين المريض وبين الطبيب طيب طيب. طبعا لازم تشوف الفيلم مثل ما قلت مشان تطلع معكم الاختلافات. طيب. يعني قوم بالتفكير بشكل ثنائي حول وضع يعني مع طبيب او في مؤسسة حكومية او في مقابلة عمل او مع مدرس وفكر هل يجب ان تجري هذه المحادثة بشكل ودي او يعني بشكل ايجابي او بشكل سلبي. طيب اخر شي كاتب لك يعني قم بتمثيل هذه المحادثة واعطي اهتماما لاشعرات الثلاثة اللي ذكروه هناك بالسؤال الاول يعني تعامل الوجه لحركات الايمائية التصرفات. اخر شي كاتب لك يعني ناقش الوضع من التبرين ثلاثة بي في الكورس كيف كانت لغة الجسد. طيب ثمانين اربعة اهم يعني شاهل المشهد الثالث من الفيلم. من الذي ياخذ درس او يعني يقوله السيمينار هو عبارة عن دورة او يعني فصل تدريسي في يعني في لغة الجسد يعني من يشارك في هذا الدرس. ما هو هدف هذه الندوة او نقوله. طيب. ما الذي يظهر الممثل الجالس على الكورسي في الفك. طيب ظل التبرين الاخير. قولك شبينة زي تسو سفايت اينا بي جونغن مت اينار بي كانت اف دير شراسة او برليغن زيزيش. طيب خلينا نترجم ها اواشي. قولك شبينة زي تسو سفايت اينا بي جونغن مت اينار بي كانت اف دير شراسة. يعني كانو ابدأ محادثة او مثل انك عم تحادث احد المعارف في الطريق. او بالليغن زي زيش داروبر او فان دافور اينا بيشتمتة ومستشنال هالتونج. يعني فكرة في احد المشاعر العاطفية مثلا. فروينليش ودي. شوشترن خجل. ذوتند الغضب الشديد. ايرغرلش كمان الغضب يعني. هوفلش الادب. اغرسيف عدواني. مش متأكد من اللفظة صراحة. بس كأنو يفورش مبتهج. طيب. زيتسنزي بي بوست اير اجتيبة واند اير كروش وراخة اين ترون زيزش. يعني انو اضبط لغة الجسد تبعك بشكل يتناسب مع المشاعر الموجودة هناك. طيب هاي كانت الصفحة 39 خلقكم في فيديو اخر. السلام عليكم.